الرباع الليبي أحمد أبو زريبة قضى صنوات يقوم صعوبات الحرب المستعرة في بلاده وظروف الاقتصادية القاسية والآن جائحة فيروس كورونا المستجد وما كل ذلك إلا لتحقيق حلم واحد والله حلمي زي ما قلت لك انترشح لبطولة 2021 اللي هي في توكيو اللمبيات واني مستمر حلمي إن شاء الله من البداية 2019 شاركت في عدة بطولات وجمعت نقاط في البطولات هذه وحمد الله حققت رقام مشرفة وما زال عندي بطولة ميرشيوس في شهر 3 في 2021 بإذن الله نشارك ندير رقامة كويسة وهذه يعني اللي بتكون يعني تمشي أو ما تمشيش الرياضي البالغ من العمر 20 عاما شق طريقه لبطولات محلية ودولية على الرغم من التحديات التي واجهها منذ أن بدأ رحلته عام 2012 بعد عام واحد فقط من الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي وبعد ثماني سنوات وفي ظل استمرار انقسام ليبيا بين إدارتين متنافستين في الشرق والغرب وتسبب فعيرس كورونا المستجد في إغلاق معظم منشآت التدريب هذا العام وضع أحمد نفسه في منافسات ويتدرب أحمد في صالة ألعاب رياضية متهالكة في مدينة مصرات الساحلية وأحيانا في الهواء التلقي على الشاطئ مع أصدقائه وعن الصعوبات التي يكابدها يتحدث أحمد واجدتني عدة من الصعوبات وزي طالب نحاول نوفق بين التمرين والدراسة واجدتني قلة الدعم اللي ما عنديش مرتب شهري ينزل بحيث أني نتمر براحتي ونقرأ براحتي ورغم ذلك مستمر في الحلم ورياضة رفعت قال تحتاجي لأكل خاص وبروتين والحمد لله رغم ذلك في مدربين نادي سويحلي وكفين معايا وأحرز أحمد بطولات إقليمية ودولية على مر السنين وسيؤهله فوزه ببطولة أخرى في موريشوس في مارس آذار المقبل لأولمبياد توكيو 2021 ومع عدم وجود دعم مالي تقريباً يتولى مدربان متطوعان تدريب أحمد وقال أحدهما إنه لديه الإمكانيات ليصبح بطلاً أولمبيا نوها زكريا رويترز ترجمة نانسي قنقر